لذلك أول شيء تعمل إذا تجد تقرأ قرآن وفتحت المصحف وش تقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ يعني التجع لأن بمجرد ما تنوي ما بعد فتحت المصحف جاء الشيطان بكل جنوده ليحبسك ويمنعك ويصدك لذلك سبحانه ما تصلكم هذه دائما إذا جيت تفتح القرآن أو فكرت رن جوالك فتحت الرسالة والواتساب وصال التواصل وجاك أحد ثم صار اليوم الشيطان يدخل علينا أحيانا من باب آخر أنا ما أقول كل من يفعل هذا الشيء أنه من الشيطان ولكن قد يدخل عليك الشيطان من هذا الباب وشو يا أخي لا تقرب المصحف اقرب الجوال الجوال سهل وتشوف أحيانا مما داخل الشيطان أنك تقرب الجوال إذا ما في الجوال أنت على خير وبركة لكن ترى المصحف يعني معين لك أكثر لأن الجوال ما ظنّت الدخول على حسابات أخرى ولا ممكن تطلع صورة ولا اتصال ولا اتصال ولا جيك شعار أو شعار طبعا أنا من تجربة ما أذكرني قرأت بالمصحف وقدر تكمل لأن إلا ما يجيك رسائل واتصالات وهذا يرن أو نفسك تدعوك أنك لليش نلتج إلى الله من شر الشيطان لأنه يوسوس ويصدك ويضعفك طيب في الحفظ يعرف اليوم اليوم عندنا فرصة بس تبدل لها شوية مجهود تحصل على كنز عظيم في قلبك وصدرك وروحك يعني الحاسد من البشر يحسدك لكنك ليش فلان إبراهيم أحسن مني يروح ما بالك بالعدو واللدود اللي أقسم لأغوينهم أجمعين فبعزتك لأغوينهم أجمعين لذلك الصعوبة مو في حفظ القرآن لا الصعوبة هي شيء وهمي من الشيطان